السلام عليكم ازاكم يا سنة ربعة مين اي يا رب تكونوا بخير معكم اي وزة فرق خمسة هنبدأ مع بعض ان شاء الله شبطر لنفرو اه هو شبطر خفيف ولطيف قوي بس تي فيش هتحبه فمع الفهم ان شاء الله لنوضع اه طبعا من نساس كل صحابنا الفرقونة رب الله يرحمهم يا رب برحمته بمعنى بمعلى خير بسم الله اه اللهم انا اسألك كفاهم النبيين وحفظ المرسلين وملاكة المقربين وهما اجعل السنتين عمرة بذكرك وكلبانا بخشيتك واصراران بتعاطك انك على كل شيء قدير حزب الله انا ملوح اه مبدأيا احنا عارفين ان واحد البناء الكلية هو النفرون طبعا من اي مريضة اللي حما تفهميني الحوارات دي اه والكلية تتكون من حوالي مليون نفرون اعتقد انجاز قراء بفدعاني اه المهم اه النفرون يتكون من ايه يتكون من جولوميرلاي والبومانس كابسول والتيوبيون الجولوميرلاي دي المصفى يبدأ يتصفى فيها الدم احارفين ان الدم بيجا عشان يتفلتر اه يطلع منه اه كل وكده عشان يديد كون اليورون طيب اه والبومانس كابسول ده الجمع فيها بقى الحاجات لطلعت من الفلترة دي وقد تنزف في تيوبيون والتيوبيون بيبدأ يحصل فيها تاني لمنتجات اللي نزلت مش كل حاجة بتاعات دي هتنزف اليورون وإلا كان كل الماء اللي نزلت دي كلها نزف في اليورون كده هدخل في جفاء بيرجأ بيرجأ هحصل لها تاني للووتر والالكتور لايت عشان آآ تقل كمية الماء اللي نزلت في في البوليان فتركيب النفرون هو الجولوميرلاي البومانس كابسول طيب الجولوميرلاي دي اللي هي المصفى يده يتصفى فيها يعدي منها كل منتجات الدم بيجا عايزة هتعلم طيب اللي بيعدي منها نورمل نورمل بيعدي من المصفى دي ووتر واللوكتورايت ويوريا وكريايت وهده بيعدي طبيعي نورمل خالص بيعدي من المصفى والنبيعين بيوصل للتيبيول بيحصل له ري أبسوبشن ده عده ما تبقى اللي هو تتصفى على الاخر خالص اللي هو الوستو بلوتس خالص اللي تبقى في الاخر اللي تتكونني اليورون طيب اللي ما بيعديش اللي ما يفعش يعدي خالص من القرص من جلوميرلاء دي كل السلز و البروتين اه الوى البروتين اه البروتين انا عندي في حاجة اه 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 ما بيعديش عشان هوها كبير وزنه كبير فمش بعدي ما بيضارش يعدي من البورز بتاعة الجلوميرلاء مش بيضار عدي من الخروم المصفى طب اللي ما بيعديش ليه الحاجات الحاجة معة صغير اه ان لأن دخل اللوم لكوات بروتين دي فتبقى حعملة نيكتفة شارج ويكين في حاجة اسمها بروتين بتحمل برضو من كتفة شارج الاتنين بيتعرضوا مع بعض، فما بيعاندييش يبقى عند اللي بروتين ما بيعديش. ودي اهم حاجة عشان لو عدت هعملت زين. يبقى عند اللي بروتين ما بيعديش عند الهاي واللاو. طب الهاي ما بيعديش ليه عشان كبير. حاجة ما مبير ف meatballs يريد ان يعدهم من الاخرى من التانية طيب اللي ما بيعديش ليه? علشان بيبقى حامل آآ نيكاتفتشارج فيها سيالوبروتين حامل برضو نيكاتفتشارج فالاتنين بيتعرضوا مع بعض فما بيعديش. طيب لو حصل عندي اي دزيز اي مشكلة ضربت دي وبدأ المصفة بقى فتحت عالاخر بدأت كل اللي بقى الخليط يتعدي والبروتين يعدي مش عارف ايه فهيبدأ يبدأ يعمل لي مشاكل ويعمل لي صندروم ويبدأ نشرح تفاصيلها ده بقى طيب نسدد برضو مبايتش فالطور مش ايا كانت بدأت ترجع لي كل من المنتجات على الدم تاني هتعمل مشكلة تانية بعض ويبدأ نشرح تفاصيل اه اول صفحة ما فيهاش اي حاجة مهمة اه اي كلام يعني بيقولك ان اه مشاكل يعني اي مشكلة في سببها امينولوجيكا الموضوع امينولوجيكا البحث يعني اي حاجة مشكلة لها سبب اللزقها في المناعة فاي مشكلة او اشهر اسباب المشاكل اللي بتدمر هي هي مناعة المنوع امينولوجيكا طيب يا اما امين كومبليكس يا اما امين كومبليكس يعني دخل انتجين من بره راح الجسم طالعه انتباضي فالتنين مسكوا مع بعض بانتجين اه انتباضي اه كومبليكس كده مع بعض فراحوا ترصبه في الكدني بقى وعملوا لي انفراماتوري اكشن رافيق وبهدروا الدنيا وده هنبدأ نشرح بالتفصيل قدام اه ان الجسم ده نفسه جنين مع نفسه اما اللي ظل عن تباضي راح اتهاجم خلايا اه الكدني نفسها اه بس ما فهماش اي حاجة مهمة يعني حلو ده نشرح الحاجات دي بتفصيل قدام اه الكلينيكا الصندروم بقى اللي هتبدأ تحصل يعني حاصل مشكلة عندي في في الجولومير لايم ما بقتش يا اما بقتش صفي يا اما بقى يا اما مش بتصفي بترجع للمنتاجات على الدم تاني يا اما بتصفي بزيادة اول فتحت على اخر عمد نزل كل حاجة هتظهر لحاجة اما اسمها اه نفروتوكسندروم او نفريتك او نفروتك نفريتكسندروم هلنبدأ بقول حاجة بسم الله انفروتكسندروم يعني ايه يعني اه عندي ديزيز ضرب الجولومير لاي از المواصفة فتحتها لاخر عمالة تنزل اه كل المنتاجات الدم اهم حاجة بتنزل عندي البروتين البروتين بدأ ينزل في اليورين طب البروتين ما بينزل في اليورين اسمه ايه بروتونيوريا يبل او الماركة عندي في اللحم انفروتكسندروم هي البروتونيوريا اااا ما اسكمها بعض عشان ما نتنفتش مع الحاجة اللي قدام نفروتك فيها او مع البروتينيوريا اللي في taggedمه وبناء homosexual على كده بقا هنبدأ نرتب ااا لدك الاعمال انا عندي بروتين بينزل في اليوريان عندي بروتينيوري تمام او البروتين البروتين لو بنزل عندي فلورين عمل ايه فوق في الدم قل فعمل لي فوق ايه يا اي بروتين يميني لما البروتين يقلل في الدم لجسم هيسكت ؟ ابدا86 السورة سوف يحفز 하루دقام أليف اللي بروتين تاني Labsuvioة يقلل الي بروتين صحيح لا يتطلق لديو احده الأن يتطلق التي تعود أن تراهها اللايبوبروتين لما يتحضر الغ acquir الفصوصي على خصيب hera ايه لبيديم reverse يبنى عندي تا Horse يعني ما اقولك الشخص ده تقول لي مبدئيا كده الشخص ده عندutz عندي عند第一個 طب لما بنزيل früher يوم عمل ايه عمل لي فوق ايه اه قل ي الدقل ألل البروتين فوق فعمل لي هيبو بورتينية طبalım جسم هيسكت ابدات اتركت لي هنفز الليفار عشان يطلع يعود البروتين للي نزل ده قال الملم أستمر اليفار طلع على البروتين لو stationed ابدا ما عندش بانات تخرج لوحدها. هيطلع البروتين مع لبد. هيطلع اللايبو بروتين. طب الليبد الزيادة هيعمل ايه هيترصف في الدم? هيعمل لي هايبر ليبيديميا. طيب. آآ انا عندي بروتين نزل في الليورين. فقلل لي لازموتك بريشر. ده المسؤول عن لازموتك بريشر لانه بيحافظ على توزن المية جوا الخلايا وبرها وهكزا. البروتين نزل عندي في في اليورين فقلل لي لازموتك بريشر. فبدأت المية تتنقل من انترافاسكولر اللي انت رستش شلتشو. لما هي بدأت نقل من جوة الاوعية الدموية البرا. بتترصف اللي انت رستش شلتشو. هتعمل لي ايه? ايديم. اما الاربعة دولك. لما اقول لك الشخص ده انفروتك هتقول لي مبدئية ماسف بريتونيوريا. مش اي بريتونيوريا دي ماسف. ماسف بريتونيوريا. والارقام مهمة. آآ راجع معي في الكتاب. ارقام مهمة ماسف بريتونيوريا. انا عندي البروتين في اليون اكتر من خمسين جرام لكل جرام خلال اربعة واظرين ساعة. يعني لما اجمع اليون بتاع الطفل على مدار اليوم على مدار اربعة واظرين ساعة مابدأ احسب كمية البروتين اللي فيه هلاقي اكتر من خمسين ملي جرام. اخري بالي ان انا معشان الارقام كتير. او في طريقة اسهل انيه طبعا مش عادة اجمع البول على مدار اربعة واظرين ساعة ان اه احسب النسبة بين البروتين والا تنين هلاقي اكبر من اتنين. يبقى عندي ours. بروتونيوريا ياما. اكبر من البروتين فيليورن. اكبر من خمسان ميلي جرام لكل كلوجرام على مدربع وشين ساعة. او ان النسبة من البروتين وكاريتين اكتر من اثنين. وعمالي عندي فوق ايه ؟? هايا بكبروتينيميا, هتبقى البروتين الليل في الدم. النسبة اكتر قلبي اكتر البروتين هيننزل والقلبي وهنش راح ده ده تحتdلوقتي. اه فبقى عندي هابوبروتونيميا البروتين قليل من اتنين ونصف جرام. وبقى حصل لي عندي هيبار لبيديمية حتى سألين اللي فهي عوض وجاربي. هيحصل لها هيبار لبيديمية. بقى الكوليستيرون مترصف في الدم اكتر من متان وخمسين ملي جرام. ويجنرالايت زيديمة طبعا. يعني دولك الاربع دولك الكينكل آآ صندوق الكينكل بيكشوب بتاعت النفروتك صندروم. وقلنا ايه الهلمارك في في النفروتك مين بورتونيوريا. القو مع القو. طيب الاسباب. حفظ. يعني انا مش عارف اجيبها يمين شمال هي هي حفظ. آآ مش كتير عما. آآ المهم آآ اسباب النفروتك صندوق. آآ وسكن. برايماري انا عندي مشكلة راح اضربت الكيدني بنفسها يا راح اضربت الكيدني بس. انا عندي آآ حاجة مختصة راح اضرب الكيدني بس. سكن داري لقد انا عندي مرض سيستمك اصلا راح اضرب كزا سيستم والمرة لطش مع الكيد. لبقى الرايماري انا عندي مشكلة راح اضربت الكيدني لوحدها. في حاجات كومون وحاجات ان كومون. الكومون في مينمال ليشان آآ نفروتك صندروم. وده المستو كومون وده اللي هنشرحه بالتفصيل تحت دلوقتي. يعني مينمال ليشان عندي لأ مشكلة بسيطة. ان مشكلة في الكلومير لاي بسيطة. اقدر اخدر لها علاج وقدر عليك. الموضوع اقدر سيطر عليك. بل عندي مينمال ليشان نفروتك صندروم. ده المستو كومون وده اللي هنشرحه بالتفصيل. وفي حاجة اسمها دفيوز مزينجيل بروفريشن وفوكل جلوميرونيوسكليروزيس. والانكمون بقى الممبرينوس جلوميرونيفرايتس. والممبرينو بروفريتف جلوميرونيوفرايتس. ومعليش احفظوهم. عشان انا مش لقيلها سكيمة خاصة. آآ الساكنة اللي بقى احلى وانا عندي مشكلة سيستيميك راح اتلاطش اتكيني معاها. آآ بادخل ضرب دخل في الجسم زي بالهارس او الهباطايتس بي. آآ سيستيميك لوباس. سايكل سير انيميا. بطيومر بازال ليمفومة الليكيميا. آآ او حاجة مطابولة بقى زي الطيبية. تمام? معلش هم حفظ. هنبدأ با اول حاجة معاها بقى. المينمال لتشينجيز نفروتك صندروم بلاك انها المستو كومون. اشهر حاجة. اشهر حاجة من اسباب النفروتك. اشهر حاجة من الاسباب اللي تعمل لي نفروتك ايه? صندروم ودي بنسبة تسين في المية. يعني دي الواحد ده واخدت تسين في المية آآ عن باقي للاسباب دي كلها. طيب اللي تولجي ايه السبب يبقى? احنا قولنا عندي مشكلة في بداية صفي عم تنزل لي آآ آآ اسمه ده بروتين. طيب آآ ايه المشكلة اللي راح اتضمارتلي دي. اي حاجة حنش عارفين سببها? هنلزقها في المناعة. قالك حنش عارفين سببها هيبها نعمل ايه? هنلزقها في المناعة. آآ قالك ان تسل في عندي تسل تسل اللي تجننت كمها نفسها عمارة تطلع لي آآ آآ اللينفوكاين زراحت آآ ضربة السيالو بروتين اللي موجودة في اللي هي كت مسؤولة عن ايه? عن ان كتفت شارج. فضربتها. فبدأ تعزيل البروتين. فبدأت تزود البرميابيليزي بتاعته للبروتين في عملتلي بروتينيون. يبقى عندي دلوقتي اول حاجة. آآ اول حاجة من اسباب دي اشهر حاجة نسبتها اصلا سيان في المية من كل اسباب آآ النفروتك. السببها ايه? قال لك والله هنمش عارفيني. بقى هنعمل ايه هنلزقها في المناعة. قالك انا عندي فيه آآ تسل تجننت عم بنت تعليل الانفوكاينز. الانفوكاينز عملت ايه? راح اتضربت السيالو بروتين الموجود في الجولوميرلاي. ضمرت لي موجودة في الجولوميرلاي. فهتعمل لها تزود البرميابيليز بتاعت الجولوميرلاي للبروتين في بدأت هي نزلي البروتين آآ في ديورين. هنبقى لانا علي بقى يحصل بقى بقى الكلينة في الدكتور ونحن دي ساعة شرحوا بتفصيل فوق. قالك الناس بقى بصورج همجوم خدوا عينة وشو فتحت الميكروسكوب. آآ باللايت ميكروسكوب قالك والله ما شايف حاجة. طب بالليكروسكوب قالك. لا ده انا شايف لي اللي بسلسل. دي نسيت اولها فوق. الاسف. الجولوميرلاي بتكون من آآ اندوسيليم بزمنت ويبسيليم. اندوسيليم وبزمنت في النص وفوق آآ يبقى اندوسيليم ماشي. وي الابسيليم وفي النص متكون بزمنت فين برين. تمام? طيب. آآ لما اجيبها بتقول المخوضة عينة وشوفنا بالالكتور ميكروسكوب قالك لدي انا جاست شايف كده طالع من اللي بسلسلس اللي فوق. يعني طالع طالع لي آآ بس اسمها بتقول الهستورجيا يسكدوا. لو حاجة غريبة يسكدوا. لأ قالك سماها بودوسيست. وديم همها. يبقى آآ من ازبابها وانا في حفظ. بس اشهر حاجة اشهر سبب ليها آآ آآ الحاجات من البرايمري. اللي هو من يعني ديك اونا هنا مستقومة بتمثل تسانين في المية. آآ المشكلة فيها ايه اللي حصل? ان عندي آآ طلعت المفقين ازدربت لي آآ الثالة البروتين. ضمر دي نيجر فتشارج. براحب بدأت تنزل اللي البروتين في اليورين. طيب البروتين لما نزل في اليورين عمل لي ايه? عمل لي مسل في بروتينيوريا. عمل لي هايبو. بروتينيومي عمل لي هايبر. يبديمي عمل لي اديمة. طيب لما اخذت عينة طيب بالالكتور. اللي انا شايف ايه بودو سيست. جاست كده في آآ فوت بروسيست او في يوجن لي يلي بسيريال سيست. آآ البسر جونيزيز والله هو شارح نفسي شيء معلش حاجة زيانة. آآ قال لك ان عندي بروتينيوريا. آآ يعني بيعيد نفس الكلام. بروتينيوريا زادت بتاعت البروتينيوريا للبروتين. فبدأ ينزل في اليورين. آآ اشهر بروتيني لنا ايه البروتيني هينزل قلنا القلب يومي. طيب آآ قال لك عندي هايبو بروتينيوريا فوق. طيب قال لك في عندي هيبر ليبيديميا. ايه ازباب هايبر ليبيديميا حكتين. لان عندي الليفر بما طلع ليش بروتيني لواحد ولا قد طلع لي ليبو بروتينيوريا. فالليبي ده ترصب عندي في الدم. آآ كمان انا بفقد الليبيز انظام في الايه في اليورين. طيب مش عارفة اكسر آآ الليبي. عندي سبب عن اديمة. اللي ديما لها سببين. آآ بسبب الهايبو بروتيني و الهايبوفلميا. طيب بسبب الهايبو الهايبوآ آآ بروتينيميا قالت قالت البلازمة قاله قال البروتين في البلازمة يعني فقللت الانزمة قليقشST تمام طيب لمييي لما تنقلت من انترافاسكولار كلتش هعمالية trahotis إيه? هتحس الائدياتش اللي انتيروتك هرمون فهتعمل لي صوت وطر هتعمل لي إيديمة. طيب آآ الهايبوفلميا برضو فهتقل هيقل来 فيها كمية الدم الراحل كدني. فهتزود هتحفز فهلقى طلعه على الضوستيرون يعمل لي برضو صوته. الجدول والله نفس الشي ما في حاجة زيادة. برضو مختصر نفس اللي احنا قلناه الدين. ماشي. آآ فيه ابن روما اللي انفقاينز طالع. آآ بزودت البروتين. طيب لما البروتين نعمل لي ايه? الالبيومين فوق في الدم. تمام? فقال لي لي ومش عارف ايه وبعد يعمل لي ايه اديمة. تمام? وكمان قال لي الدم داخل خلائل داخل في الانترافاسكولاري يعني فعمل لي طيب نتيجة الدم اللي قال لي ده يعمل لي عشان دي بقى المشاكل الهضي يحصل. فعمل لي وعمل ايه? سرومبوزي. ويبن عندي لما آآ آآ ده البروتين نزل فقال لي فعمل لي فبدأ الماية تتنقل من الانترافاسكولار الانترافاسكولاري فقال ليتلي آآ عملت له هيبوفوليمي طيب الهايبوفوليميا ديها نتجيتها هيحصل 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 وي سرومبوزيس ويحصل طبعا هيبوتينشان تدخل في شوكورينا الفيليا طيب آآ قال لك كمان انا هفقد في في اليورين آآ الحاجات برضو البروتينات مش هفقد قلبيومين بس لقد انا هفقد معي آآ و دي حاجات مناعية هفقد زاقت كمان انا عندي ايديمة ده انا بضاء ده انا بضاء ده افقد حاجات المناعة الجهاز المناعي بتاعة انهور ابدأت هفقد و كمان انا معي ايديمة وباخد كورتيزون اللي علاج طبعا بالكورتيزون فدي وسط مناسب قوي انه يدخلني في يبقى خلي بيلي عشان لصة الاخر ده هيبقى قدامي اللي هدخل فيها هدخل في هدخل في هدخل في هدخل في هدخل في همي و دخلني في الكلينة اللي بيكتشار بقى آآ العين ده هيجيشتريك من ايه دي اديمة آآ فاصل كل واحدة بقى دي اديما طبعا احفظنا سببها ان الموية تتنقل من اللي دي ما تتظهر فيها تظهر اول حاجة عشان برضو بتيجي في الامس كيو فتظهر اول حاجة ان مسكينه مسلا العين ده كان نايم آآ الطفل ده كان نايم لك اول ما صحيح الموية بتجمع حواليا يعني عنده ايه اديما لو بيصحى الواحد شخص او بيصحى يعني من فوقها شوية فده اول ما يصحى اه في عنده ايه تمام بدأ يتمشي شوية الموية الموية بدأت تنزل تحت بيتتعمل ايه وساكرة اديمة وسكروتال اديمة بالعندي اول حاجة وبعد كده بدأت تنزل تحت سكروتال وبيتتت تجمع فيه الانتورا بدون نلوه. تمام? تاني حاجة آآ 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 بسبب ان انا عندي آآ الميا في عنده آآ في فضغط على الشيست فوق فمش عارف ياخد نفسه. او بسبب ان الجسم اللي يرشح مياه من كل حتة فعني نهيجة على البلورة هيرشح في البلورة كمان فمش عارف ياخد نفسه. وهتبقى دي عرضة المياه دي كلها عرضة نتخلي فنفس الشي هتعمل لرزبيرات والدسترس. يعني عندي رزبيرات والدسترس ان اللي عاي مش عارف ياخد نفسه. طب ليه? لكي سبب. اول حاجة ان عندي بطنه منفوخة مليانة مياه فضغط على الشيست فوق مش عارف ياخد نفسه. مش عارف ياخد نفسه. طيب. فيه بلورة آآ الجسم اللي يرشح مياه في كل حتة ما جاتش هالبلورة هيرشح في البلورة كمان آآ المياه وكل ده عرضة لسه نوعه دخلني في فكل الاسباب دي هتدخلني في رزبيرات. في جاء ايتيما آآ المياه مترشحة في كل حتياتها على الانتستين هترشح في الانتستين برضه. فبسبب الولا الانتستين الايديمة. آآ الشخص ده مش عارف آآ مش عارف ياكل. يعنده ابدون البين. يعنده انروك زي مش عارف ياكل. ابدون البين. وضياري. يعني عندي التفرده اول ما بشوفه. عارف ان هو ده خلاص انت هنفروتك. جاي اللي بجنراليز ايديمة. جاي اللي بقى صايتس. جاي برزبيرات ودسترس وجاي بي جا ايتي الايديمة قلنا بسببها. لا صايت سمام الجماعة في الابدون الول. آآ رزبيرات ودسترس قلنا بسبب الابدون والانفكشن. واجاتي بسبب الايديمة في الانتستين. فعملوا الابدون الول وضيارية وانروك زي. فنسكنها في حاجة كده ان العيان ده. آآ مش عارف ياخد آآ ده عي الملفخ. مش عارف ياخد نفسه. وما بيقولش كويس وبطنه بني. عي الملفخ. مش عارف ياخد نفسه. مش بيأكل كويس وبطنه كبير. ديك الكلينيكالبيكسر. تمام. نبدأ ندخل على الكمبليكيشن. الكمبليكيشن ما هي الا آآ ناتج اللي احنا لسه شارحينه في الابدين. آآ هايبوفوليميا آآ استرومبوزز وي مان نتريشن وي جروسو دوروديشن. هايبوفوليميا انفكشن استرومبوزز وي جروسو دوروديشن. طيب اول حاجة الهايبوفوليميا يقول نحن نلاقيه. البروتين عمل ينزل في اليورين. اعمال لي آآ بدأ يبدأ يقل لازم لكي بيشهر فوق. عمل ينقل الميا مين انترافاسكولار ليه. الانترافاسكولار ليه. الانترافاسكولار تشوف الفقال. فعملت له هايبوفوليميا. تمام. هايبوفوليميا دي هتدخلني في ايه? هنقول كل حاجة اسبابها. والمشاكل اللي هاتجعنا. هايبوفوليميا هتدخلني في هايبوتينشن. هايبوفوليميكشوك. نركز ان الهايبو ان النفروتيك معها هايبوتينشن. عشان معها هايبور. فالنفروتيك معها هايبوتينشن. تمام. واحنا فاهمين الاسباب. فاوضوع يبقى سهل ان شاء الله. طب الانفكشن. طبعا عرض الحاجات كتير. انا عمال هفكت اصلا اه الحاجات المناعية عندي في قلب. بافقد في اليورين. بافقد في اليورين. بافقد في حاجات ذي كلها. اه في عندي ده وسط اه حلو جدا. باخد كورتيزون المناع الواحدة. اه في هايبو بروفيشن للسبلين. الدم اصلا في عندي هايبوتينشا فالدم مش راحل كويس. عندي اه مش شغل مش ديز بقى. مش شغل كويس. فكل ده عرضة اه طبعا. انا عندي اول حاجة هايبوفوليميا تانية حاجة ايه? اه انفكشن. ليه? انا بافقد عندي في اليورين. افقد البروبيردن فاكتور في اليورين. عندي ايديمة وصل مرسب قوي للانفكشن. باخد اصلا علاج كورتيزون. وآآ هايبورفيشن للسبلين. فالسبلين مش شغل كويس. لسبلينك ايه? هايبورونكشن. طيب. اي اشهر بقى هتيجي اي انفكشن هتريما صح? اه يوتي اي نومونيا سيولايتس ستسيميا. اي اي انفكشن هتريما تبقى صح. طيب اي اشهر ارجانيزم بقى بيعمل لي اه آه. اه%. اه. اه. اه اه 이야 طبعا بضعات المايكرو آه. الهمو اللي هي آه. التدلوع من بيشوم هوا هو النامو كوكا. تمام? اللي بحقال يا حاجة. هتدخلني في اخاذ ركزة مش هايبوربيلميا هتدخلني في وござدخلني فايفوتنتيشت ولي어. السببها ايه انا بافقد ميرقلبين في اليورد. بفقد بريو برد ان فيكتور في اليورد. آآ عندي اديمة واسطح لأول عندي باخد كورتزون. في عندي آآ طب الانفكشن اللي هتحصل اي انفكشن اللي هتحصل اي انفكشن الكريمة صح. آآ اي ان كان. طيب اي اشهر آآ ارجانيزم بيعمل لي انفكشن. نمكو القايبين ننشكو قايوي اللي هي مفلس انفلونزا او برضو آآ نحفظ لالارجانيزمات دي. طبعا احنا نسألين انه في عندي ان عندي اعمالة فقد مية في الخائبة فقد المية من الخلايا. فعندي اللي انترست شايف تشوي قصدي. فانا عندي الخلايا قابت اكتر في الابت اكتر من البلازمة. فتعمل اعمل ايما كونسنتريش. عرض اول انها تتجمع معوضها وتعمل لي ايه استرومبوزز. فقال له استرومبوزز السبب وانا عندي ايهما كونسنتريشن. عندي هيبر البيديمي. حنا نسألين اقصا فوه من ازباب من البيديمي. آآ في زادة دا في الاجريشن. مرة الادم عندي في اعمالة لازة اتخبط بعضها سهل اول انها تتجمع. آآ بافقد الانتسرومبين آآ تلاتة في اليورين. ده ده الانتسرومبين تلادي ده بيمنع تكوين الفايبرين. بغض الانس باع ناس بتاع تكوين الجراطات وكده فالانتسرومبين يعني الانتسرومبين تلاتة ده. بيمنع تكوين الايه الفايبرين فهنا بافقده في اليورين. فكل دي هزباب تدخلني في سترومبوزز. يبقى اللي بيتكون عندي سترومبوزز. اه اهم حاجة. عند الخلايا متركزة قوي. عندي في زيادة في في البلد. سب برضو الخلايا ما تلزف البلد اللي بتلزف بعضها هتتجمع. سهل نتجمع قوي. بفقد كمان ليه? لانت يسروب من تلاتة في اليورين. طيب ايه السرومبوزز ممكن تتكون? اه هتترمي في اي حتة. اه تكون سرومبوزز اه راح اعرينها اللي هتعمل لي هيماتوريا وابدومنا للماءس. اه هتروح على البلماودري هتعمل لي هتروح للميزانتريج هتعمل لي اعكوتة بدومنا البين هتروح على استربر لتطلع فوق على البرين هتعمل ايه? يبقى مطرح مضروح هتعمل لي موسيقى. المهم حاجة بس للاسباب اه قلنا اه قلنا اه قلنا هيمبوسنتريشان. محيب بالليبيديميا. بزادة بالتلاتة في اليورين. طيب ايه الاسترومبوز اللي هتتكون? لو كونت اه في الرينا اللي هتعمل لي هيماتوريا كوانت في البلونة اللي هتعمل لي آآ شست بين ميزين تريك ابدونال بين سيريبرل هتعمل هييمي بليش طيب وي مال نوتريشن و جوروس ريشن يعني صفل بكل الحاجات دي هي ايه اللي هيعمل النمو عند ولا ايه ولا ايه هيخلي هيعرفيها كل كويس يبقى الكمبليكيشن اهم حاجة هيبوفالميا آآ آآ الهايبوفالميا انفكشن وي مال نوتريشن و جوروس ريشن وانا هيبوفالميا هتدخلني آآ هتعمل لي كل انواع الانفكشن وانا اسبابها طبعا وانا هتدخلني في اي نوع انواع الانفكشن و ايه الارجانيزميات اهم حاجة هنمكو قوي من انشكو قوي واللي هي مفلسة في البلونزة وانا اسبابها وانا ايه انواع الانفكشن ممكن تحصل عندي وهتروح تضرب ايه ويه مال نوتريشن ومال آآ الطفل انت عالة مش هيعرفيها كويس ولا هينمكوان طب ايه الانفكشن اللي هعملها قومو بناء عام أساسي يعني لأن أكيد اساسي هيبقى يوريد يورون بلود وازور زبان اه اليوريد آآ روتين يوريد على الساحة عادي هتلاقي فيه بروتيا مسيب بروتيا مش مش بروتينيا لا ده مسيب بروتوم يوريد بلس تلاتة ديك يبقى لها دي لها رقم يعني اعرف قدا في البروتون يوريد وبتا ذلك والبريتون يوريد بلس تلاتا قال لك همومتوريا ممكن ممكن تلاقي اه حالات معاه هيماتوريا ممكن. لا بس الهرمرك عندي بروتونيوريا طبعا. ممكن اراي قصص او. هاليا هيلين او قصص. بسبب ان البروتين عمال يتجمع مع ايه? اه في وكده فبدأ يعمل لي قصطاب. تمام? يبقى اول اول حاجة عندي هعمل تحليل بول. طب تحليل بول هيا في عندي ايه? اساسي هاليا عندي بروتونيوريا بلاس تلاتة. ما يش ممكن اراه هيماتوريا او هاليا قصطط. طبيعيا عندي بروتين ممكن يجمع مملك وصطاب. طيب هجمع البروتين عمدار اربعة وعشرين ساعة. آآ لسا كنا قلت عندي اقودين. هطلع لي هطلع البروتين اكتر من خمسين ميلي جرام من كل كيو جرام. طب عملت البروتين للكرياتين ريتش يطلع كام? اكتر من اتنين. آآ النورمال بتاعها اصلا كام? من اتنين بمار عشرة. اللي خمسة مار عشرة. طب انا لما اعمل نسبة البروتين للكرياتينين. طلت اكبر من اتنين. طيب. آآ وانا اي بي سي. اه الاي. هدوار على البيومين. اه البي اللي هو اللازمة بروتين. والسي الكولستيرول. طيب اه البيومين قولنا طبعا هيقل. هيبقى اقل من اثنين ونص جرام لكله لكل آآ اقل من آآ ونص جرام طيب اصلا ترطة ونص. اه البي بلازمة بروتين اقل من الخمسة ونصف السير كوليستيرول اكبر من ميتين وخمسين. اعلى ميتين وخمسين. لابد انا في البلاط هدور عليه على اي بي سي. الاي. القلبيوميد. البي بروتين. السير كوليستيرول. طبعا البروتين والقلبيوميد قليل. بشيء العرقام طبعا اكيد مش هتوصفه. العرقام حين تعرفين الاطفال. فاهم ما فيش حاجة ما اقدرش هقول لكم على حاجة مش مهمة. معلش. فاهم حين. طب هدور على حاجات تانية. ايه ممكن انا عملي سي بي سي. فانا عندي الزيت الهيميات الكريج. فانا عندي ذات الهيميات الكريج. اه ثلاثة هيبقى نرمل. خبانية هيبقى عشان هيبقى في هيبقى قليل. هيبقى قليل. ممكن بيقى عشان لها المركة بتاعت. يبقى. مش قطبة تكتير مع لشي عشان اكون شايرات يجلدها في الداي. فهيبقى بصه في القتال ان شاء الله. اه هملت ههل بول ودم وحاجة تاني. طيب. اه البول هدور على الايه? على البروتين اساسي. هل عندي ايه? بلس ثلاثة. ممكن اليه ماتوريا اه ممكن اه والكسط طبيعي عشان عندي عندي البروتين هتجمع في في كده. هتجمع البروتين عمدار ربعا عشرين ساعة. هتجمع اليورن عمدار ربعا عشرين ساعة وهدور على البروتين فيها هلاقي اكتر من حمسين آآ آآ ملي جرام. هشوف نسبة البروتين للكريتين هاده اكبر من اثنين. طيب. ممكن هلاقي ممكن اعمل مزر عشان لقيم في عندي افكشن. تو في الدم هدور عليه على ايه? على ايه بي سي الايه الالبيومين البي بروتين ويسي الكوليستيرو. تمام. آآ واليوري وكريات هيبقى هيبقى نورمال يعني عندي الكدني تمام. اني في في النفريتك وشياب وتنميقات. هدور اشوف الايه الليوري وكريات هيبقى من نورمال. طيب. آآ ممكن ادور حاجات ايه ممكن هعمل عشان الهماية تكريت هلاقيه عالي. طيب هعمل سيستيرو هلاقيه نورمال. الكمبلين هلاقيه نورمال ويممكن هدور على المركبة بتاعت اللي بطايت بيو سي. طيب انت دكتور آآ نفرو اعد في عيادتك. آآ امتى تقول بقى ان الطفل اللي جايل لك ده ميني مالليجين نفريتوكسوندرون. ما هوش حاجة كبيرة بقى ولا هدخل في نيوبلاستيك او كده. والله لقيت الطفل اللي جايه ده من سن سنة لعشرة سنية. وما انت جايت تقول لك تحكي لك الاعراض لكلينك اللي بكتشها اللي عنده. آآ ليتو عاي المرفخ. مش عارف ياخد نفسه. وما بيكلش كوي سو بطنو جدير. نفس الاعراض اللي احنا نسأل لهم ده او. كلينك يبقى يبقى يشور لحنا نسحكين. والسنه من سنة لعشرة سنين. طيب سألتها وقتلها يا مدام. آآ ابنك ده البول بتاع اللونه احمر. قد لك لأ. يبقى مفيش عندي ماكروسكوبوت آآ هيماتوريا يبقى حلوة قوي. طيب جدت ايس لبضغط اللي اطلقى دقتهم مش عالي. يبقى تمام يعني كده برضو. ها في التمام. طيب آآ ديتو كورتيزون. قدتو بيستجيب ليه والاعراض بتخفه الدنيا تمام. تمام قوي. جدت شوف الليوريا والكريات لقيتهم لأ كويسين. يعني كده كده نشغالة حلوة. كده كويس. جدت شوف الاستيسري يقوم بالمينة ثلاثة لقيتو نورما. بس ابصم العشرة بقى ان الولد ده مينة مالليجة نفيدة صندوق. لأ ده انت كده كويس قوي. وطم من الام خلاص هياخد العلاج وهيخف عليه وديني هتبقى تمام وزيقى. طيب. آآ لقيت الطفل ده. لأ جايل لي بسن اقل من سنة او اكتر من اتنوشار سانية. لأ ابدأ اقلق بقى. طب آآ سألت مامته طب آآ البوله احمر آآ البول احمر. جيت ايس الضغط لقيته عالي. اعكس بقى كل اللي احنا قلناه. اللي هو قسنة اقل من سنة اكبر من اتنوشة. طيب. آآ آآ في عندك مكروسكوب كوماتوريا البول احمر. في هايبرتنشن. هنديته كورتزون ما استجابش. لا العرض ما خفتش. جيت شوف يروكيرات لقيتهم لا مش تمام. جيت شوف الكمبلمينت ثلاثة قولية. لا. انت كده انا كده خلاص. انت كده مش من ماليجة. لده كده مشكلة كبيرة ده انا محتاج جدرينا البيوز. الجدول ده مهم مهم مهم. مهم جدا. عشان بيجي للمسكيه كتير وممكن يجي بقى لو احنا بقينا وفيه بقى مقارنات وده. يبقى انا عندي امتى اقول ان الطفل ده من ماليجة. ده الطفل جايل لي من سن سنة العشر سنين. آآ الام بتحكي لي كل كل بيوتش راح نحن لسا قيلينها. الولد لديهم نفخ مش عارف ياخد مش عارف ياخد نفسه بيكلش كويس وبطنه كبير. طيب. آآ مفيش مكروسكوب كيماتوريا. مفيش بيستغيب الكورتزون كويس. كويس قوي. والسي تلاتة طيب. آآ طب امتى بقى احتاج اخد ازنا البيوزي. انا كده لو لقيته من ماليجة خلاص انت كده تمام هيتعالج بالكورتزون وديني هتبقى سالفول. طيب انت احتاج اخو بيوزي لا ده لقيت التخفي ده جلي سنه اقل من سنة او اكبر من اتنشوار سنة. لقيت عنده في مكروسكوب كيماتوريا واضحة قوي. لقيت فيها. لقيته بيديله كورتزون ما استجبش. آآ اكد ني مش شغلة كويس. لقيت ريوكريات مش مزبوطين. آآ آآ اعكس. اعكس حاجة المينو ماليجة. يبقى انا كده ببقيتش مينو ماليجة. انا كده بقيت في كارسة ومحتاج اخد ايه? آآ اخد بايبس. طيب العلاج فيه المسبسيفك وسبسيفك. المسبسيفك هابدأ دي هيبقى فيه آآ طبعا مش هدي ملح. انا اصلا جسمه خزم مياه كده. واصلا عنده ميكانيسبة تاني عمالي فيه فيه ادي اتش وفيه الدستيرون زيادة وعمالي يتخزم مياه ومال. اكيدها هقلل الملح. يبقى هقلل الملح ودي آآ آآ اي في صوت فري البيومين. يعني ادي البيومين بردو ما ما فيهوش ملح وكده. طيب. يبقى انا اول الحاجة. ما الاكل اصبت الاكل ما اخدش فيه املاح ودي البيومين. طيب البيومين طبعا انا ماتقاش فيه آآ ملح. ما اديش آآ آآ وعدين ادي بعدين اللازكس. ما اديش لازكس على طول قبل البيومين. ليه? لازم لو انا اديت لازكس اللازكس هيبدأ ينزل لي الميا من الانترافاسكولا. هو اصلا عنده دهايب وفليميا. ده الميا اسا ما تخزنه في اللي انترستش هنزل ايه? لان هموت العيان. هموت الطفل ما اديش اللي ما اديش لازك سارتون. يبقى ادي ايه؟ البيومين الاول. البيومين هيبدأ يسحب لي الميا من الانترافاسكولا. يبدأ يسحب لي الميا من من البرة. يبدأ يدخل اجوال خلال. يبدأ يدخل قصدي. الانترافاسكولا اول. بعد كده ادي لازكس باع يبدأ ينزل لي الميا اللي هي موجودة دي. يبدأ ينزلها اللي في البقية. وبمشي علي ديوريتيك كمان اه مكتناد او سبيون بلاكتون او او يبقى الحاجات النون نصب السبك. انا اقلل ملح. بدي البيومين. بدي دوريتك. ساقلل ملح. ادي البيومين. ادي دوريتك. ادي البيومين. اخلي بقية. بعد الالبيومين. ادي اي في اي في آآ لازكس. تمام? بعد الالبيومين. طيب وبامشي على حاجات دوريتك قورة. زي اللازكس بايون الاكتوط. كلوروز زيزايت. ميتول الان لازون. بس الجرعات مش مش حافزة يعني. آآه. طريق اكثر سيديوريتيك مع نصب 나오도록 하겠습니다. عندما هيجي نستخدم خليügen منك مشه tror كمية كبيرة. تدخل العيان في فية فتقلل الروينا بالاضوله اوي فتدخل لك فيه فيها ن abb low ما يقوك بكمية مسف تدخل لك فيها في ايبو فليميا وتعمل تعالى لايكروز يعني. segueل áreasكيميا فتعمل سيبلورنكروز是不是 طيب? الاسبيسيفك كورتيزون وشه? انا ما حاولنا مناعة? يبقى ايه? كورتيزون. يبقى الموضوع يبقى انا اسبيسيف كلنا للمال شوه هدى البيان هدى يوريتيك اورال. طيب الاسبيسيفك هدى هو كورتيزون. طيب الكورتيزون هي ايه? الورع بتاعته اتنين ميلي جرام اه اتنين ميلي جرام لكل كولي جرام في اليوم. ايبقى اه بحسب الجرعäter بتاخترض بتخترت مرات في اليوم لمدة ستة شهور. يبقى اول اول صفاك اللي ببدأها ان انا ببدأ بدي كورتزون لمدة ستة شهور بدي نزلون لمدة ستة شهور. طيب. آآ بدت آآ الاتنين ميلي جرام لكل جرام في اليوم. بيتقسمها على بيحسب الجرعة وبقسمها عضوات مرات في اليوم. تمام? آآ اتنين في تاتة بستة بتبقى لمدة ايه? ستة شهور. واقصى حاجة اديها للطفل في اليوم ستين ميلي جرام. ما قطرش عن كده يعني. آآ الجرار برضو مش حافظ يعني. بس هم حاجة اللي بول مدد ستة اسابيع. طيب بعد ستة اسابيع ببدأ آآ آآ شوف البروتين في اليوري. مامل تحليل بول. واشوف البروتينيوريا وصلت لفين? طيب. آآ لقيت البروتين آآ لسه عالي بروتينيوريا لسه عالية. ما فيش اي استجابة بعد. آآ فيه فيه ما فيش اي استجابة. لأ كده محتاج ايه? طيب. العين استجابوا دين هزيل والبروتينيوريا قلت آآ يبقى كده هبدأ على اهمش على على كده لكورتزون. يبقى مبدئيا هبدأ اول حاجة بكورتزون لمدة ستة شهور. تمام? اقصح اجدها لطفل في اليوم ستين ميلي جرام ما قطراش عن كده. ايه. بعد ستة شهور بعمل تحليل لابول على مدار تلات ايام. كل يوم باخد عينة. بشوف البروتينيوريا وصلت لفين. لقيتها لسه عالية? لأ انا كده محتاجة انت كده كده كورتينيوريا قلت. يبقى كده ايه? آآ محتاجة مش على طيب. يعني بمشي بمشي جرعة الكورتزون يوم او يوم لأ. بتبقى جرعة واحدة في اليوم آآ بعدش فتاة. تمام? آآ بقسمها برضو ستة شهور. يبقى انا بمشي علاج ستة شهور. بمشي الكورتزون ستة شهور. برضو. اول شهرين بمشي الجرعة آآ واحد ونص جرام. واحد ونص قضي ملي جرام. واحد ونص ملي جرام كل جرام في اليوم. تمام? آآ تاني شهرين ببدأ قال له الجرعة بقت بقت آآ واحد ملي جرام بس. طيب اخر شهرين ببقى نص. يبقى انا ببدي الجرعة يوم ويوم يوم ويوم. ببدأ اعمل مزدر واللكورتزون. اول شهرين بدي واحد ونص. طيب تاني شهرين بدي واحد بس. اخر شهرين بدي آآ نص. طيب. آآ كل حالة تستجيب? اكيد لا. بعد المنتنصيرا بدي. ببدأ اعمل تحالي تاني واشوف. الحالة استجابت. وقفت بعد ما قفت الكورتزون. الكنيكة الجسر مرجعتش تاني. مفيش ريكرانس. مفيش اي حاجة. خلاص انت الحالة كده تعالجت وبيبتن نزل الفل. ومش محتاج علاقة. مش محتاج علاقة تاني. طيب. آآ بعد ما وقفت الكورتزون. بعد ما عملت المنتنصيرا بقفت الكورتزون خلاص. لقيت الحالة بدأت تظهر عليها. بدأت تظهر لها الاعراض تاني. بس بمعدل من مراتين. ده مرات في الساني. ها يعني حاجة لسه قليلة كده. اسمها آآ طيب بعد ما ده بعد ما وقفت المنتنصيرا بلاقيت لا. ده بتظهر اكتر العرب بتظهر اكتر من اربع مرات في الساني. ده انت كده اسمك بقى اسمك طيب طلع يعني ايه? يعني ده متعودة على الكورتزون. ده لما مجرد ما وقفته مجرد ما وقفت الكورتزون ما فيش اسبوعين واعراض ظهر اتنين. يبقى كل حالتها بتاعها تستجيب? لا. في حالتها تستجيب. ما يبقى مفيش القرنس خالص ومفيش اعراض ها تظهر بقى ان ده كده مش محتاج عليه. في حاجة اسمها وفريكوانت وكورتيكوسترويد ديبندنت. طب يعني ايه? قالك ده الاعراض ده مجرد ما وقفت الكورتزون. آآ الاعراض بدا تظهر بمعدل من روتين لتلات مرات في السنة. طيب. الفريكوانت ده الاعراض ظهر بمعدل اكبر من الاربع مرات في السنة. طيب الكورتيكوسترويد ديبندنت لا. ده تعود على الكورتزون. ده مجرد ما وقفت ومفيش اسبوعين والأعراض ظهر التاني. طيب هنمشي على الكورتزون تاني الاخر تلات حاجات دولك. لا طبعا. هنبدأ نتضرق لدواء اخر. هنبدأ نده السيدي دوكسود دراuyaق. هنجدين من? للناس اللي تعودت على كورتزون الناس اللي هي ايه? اا اول ما اقفت الكورتزون الاعراض ريججت. هابضع ه يعدي الكورتزون؟ ده هابضع بقا اطول عمرو وحيش على الكورتزون. لا هبدأ هدي سيديكوسترويد دراچ. يبقى المين? للناس اللي الاعراض ظهرت لها اكبر من اربع مرات في السنة. وهو مش مستجيب للكورتيزون. هبدأ اديهم صدراء. طيب. طيب بالنسبة للانفريكوينت ده. العراض ظهرته المبعدد من مراتين ثلاثة في الساعة. بسيطة. اعمل ايه? لا ده انا هبدأ مع الصغير كيبن اول وجديد. هبدأ اعالجه واكنه لسه. هبدأ الكورتيزون ستة شهور وارجأ عمل الوزدرور ستة شهور كمان. يبقى كده يبقى تاني عشان الحتة دي ما اتلقبطش. آآ العين اخد الكورتيزون آآ قديت مشيطة الطفل على الكورتيزون بردين زرون لمدة ستة شهور. جيب بعد ستة شهور عملت التحليل بول عشان اشوف آآ البروتونيوري. لقيت المدة تلات سيام. اسحب كل يوم اسحب بعينة واشوف البروتين وصع والفين. لقيت والله البروتين عالي. لا ده انت كده وهتحتاج آآ وهمشيك على عسلات التوكسجرها. طيب. لقيت البروتين مش عالي. يعني استجيب الكورتيزون لقيت كده استجيبت الكورتيزون بالدنيا تمام? همelectشيك بقى على هبدأ اعمل وزدرول الكورتيزون. طيب هامل وزدرول ازاي اللي هبطت هدي الجرعة يوم ويوم. وهبدأ اقلل الجرعة. همشي او شهرين على آآ همشي على واحد ونص. واحد ونص ميلي جرام آآ تاني شهرين على واحد. تالت شهرين على تاني شهرين على تالت شهرين على نص ميلي جرام. ثمام? طيب. بعد بعد الستة شهور بتوع المنترنسير بدول. لقيت الحل بعد ما قفت الكورتيزون خلاص وعملت وصدرول والدنيا تمام. الاعراض ما رجعتش انت كده خلاص ما بشير الكرنس والدنيا زي الفل مش محتاجة علام. طيب ده لقيت بقيت بقيت الاعراض ازهار تاني. بقيت يعني. العراض ازهارت من مرات اللي دهات مرات في السنة. لأ ده انا كده هعملك يا كده لك في رسالتيك. هبدأ العلاج من اول وجديد. والد عاجة اه من الاول خالص بكورتيزون مدى ستة شهور. طيب بقيت الاعراض بقيت ازهار اكثر من اربع مرات في السنة. او دي من ده انت تعودت على الكورتيزون حوال. ده انا مجرد ما وقفت الكورتيزون مجرد ما فيش اصبه عنده اعراض ظهرت. لأ هبدأ مشكلة على على صحيحة يبقى الناس اللي تنشي على صحيحة اللي هي اكاديمية اصلا مش مستجيب الكورتيزون من الاول بعد بعد اول ستة شهور وما استجبش الكورتيزون اساسا. اه بقى مجرد ما وقفت معارضة كورتيزون ظهرت اكثر من اربع مرات في السنة. ده تعود على كورتيزون مجرد ما وقفت وبش اصبه عنده اعراض ظهرت تاني. يبقى التلاتة دولة قد يبقى بشيحة صحيحة طيب صحيحة زي ايه? مربع صغير لاخدر اللي في الجنب ده ما تنسوش اي مربع في كتاب الاطفال مهم. صحيحة زي عشان منتوف في حاجات انا نصبسيبك طيب انا نصبسيبك هقلل ملح وهدي البيومين وهدي ديوريتك اوران. طيب هدي البيومين اخلي بالي اقدي وراء حدي ديوريتك اوران زي اه لازكس بيرونكتون كوريزا كلوروصي زيت اي حاجة والقرعات مش مهمة. لك اخلي بالي اكونا بدي الديوريتك ما تبقاش بكمية كبيرة قوي تدخلي في سفير هايبوفوليميا تقليل الدم الراحل كده بترقبها بشعة تدخلي في نيكروتين. طيب الحاجة هنش اول حاجة على كورتيزون مدة ستة شهور. بعد هعمل تحليل بول اشوف البروتين. آآ بروتين لسه لسه عالي لانتا كده بقيت ريزستانت. ده نحتاج ريزة البيبوس وهذا هممشيك على عصير توكسو الدراق. طب الا استجبت للكورتزون ودينا زي العلاج ودينا زي الكل. والبروتونيوريا قالت ده كده هتمشي على بنت ننصر بل مدة ستة شهور تانين. هتدعم الوز دروق بقى للكورتزون. وقال له الجرعة زي ما اتفقق. طيب بدأ انت رجع. طب السجدت وبعد البنت ننصر بل مفيش اي ولا حاجة خلاص مش محتاجة لك. طب بدلت ترجع زي ما احنا ما قسلنا. اه لو كان انفريقونت هعالجو كانو فيرست اتاك هرجع عادي من السايكل الاول وجديد. طب لو كان فريقونت اه ريلابس او كوتوكوسترويد ديبندنت او كوتوكوسترويد اصلا رزيسانت هبدأ مشي على سايكوسترويد ونفس اللي احنا ده اه نفس الروع سايكوسترويد حسائلينها اللي هو ايه? السايكلوس اه. طبعا البروتونيوريا. اه طبعا البروتونيوريا اه احنا بنرغي فها من اول فيديو. اا في الاطفال قال لي النسبة اه اه اصدف الكبار قال لنسبة له انا مركزش عليها ان اه في القضل تعالي ابت جمع ليوروان عن مدار 24 ساعة هتلاقي نسبة البروتين في ليوروان اه اكبر من مية وخمسين ميلي جريم اه اه على مدار 24 ساعة اللي ما تجمع ليوروانا عمدار 24 ساعة يا. طيب قال لك في الاطفال. اه طبعا مش كل البروتين في في يبقى باصولجيا. في اوقات هلاقي البروتين في البيورن عادي ومشي باصولجيا. اه في الاطفال لكن ام انت اقول ان يضع ان الشخص عنده بريطونيوريا? انا ما قلتش لسه وعنده دزيز. اما قلتش هو نفروتوك ولا نفروتوك وها قلت اي حقا. انا قلت هو عنده بريطونيوريا. اقول لالطفل زادп أدر دruktur زادد عنده في البيورن حبي دي. لما لقي لما لقي البروتين في الاطفال اكبر من اه اربعة ميلي جرام لكل كلو جرام. يعني كده انا كده اقولن هو بريتونيوري. انا مقلتش بصروش وانا مبصورش وانا مقلت انه من فروته ولا نفريق. انا قلت انه ايه? اه اكبر من اربعة ميلي جرايم لكل كلو جرام. طويل. امتى اولنا لها اقبر من خمسين ميلي جرام. طويل? امتى اولنا لا اقبر من اربعة? تاني العشن الآحيات تبيض ليغا به. في في الاادلة احنا هنعديها مش اشتبعنا هتجمع لنا عمدى اربعة عشرين ساعة هتلاقي عندك نسبة البروتين في اليورين اه اكبر مية وخمسين ميلي جرام طيب طرق اطفال امتى قولوا بروتين في اليورين ده فيه بروتين في اليورين بس هنقضتش بصور شغل ولا لأ نقضت فيه بروتين في اليورين اما بروتين في اليورين لما لاقي عندي نسبة بروتين في اليورين متى الاطفال اه اكبر من اربعة ميلي جرام لكل وكلو جرام عمدى اربعة عشرين ساعة. طيب. اه امتا قلنا هنفروتك طبعا حلسها حفظنا رقم هناك نقول الفيديو. كان ده كام اكبر من خمسين ميلي جران. طيب. امتا قلنا هنفروتك اكبر من اربعة واقل من خمسين. تمام? طيب ادي دكشان بقى اه وقواليتيو. طيب في عشان اه دور على الالبيومن في ال 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 البروتين طبعا هدور عليه في اليون هو الالبيومن. طيب هدور عليه باي? في فيه شرائط كده اللي اسمها اليون بيستكل يا اه شرائط زاوار عبد الشمس اللي احنا كنا ناخدها قبل كده دي. اه تحط في البولد بتلون بقى على على ارقام معين. طيب اه نورمال انا لقى الاختبار بقى نيجاتف ان هو ما بيستلونش خالص وما بقاش فيه اي قلب يومين في في اليون. طيب. اه تريس ها هم قدر لسه بسيط من عشرة لعشرين ميلي جرام. طب اه بلاس واحد تلاتين. طب بلاس اتنين بقت مية. بلاس تلاتة بقت تلتمية. بلاس اربعة من الف الفين. مش عايز اقول لكم ان الارقام مهمة وحفظ وكان بتجفل اه بلاس واحد وبلاس اتنين بلاس اتنين بلاس اتنين بديجي في الكيس. مسلا بلاس ان الطفل كان بلاس تلاتة ومش حارف ايه فانجف يعني البروتينيو كامل. تلتميت ميلي جرام عن دي سليل. اه كان جاي سؤال زيادا. اه اه طبعا احنا قلنا زي ما احنا سألين نسبة الايه البروتينيو على الكرياتينين انها قد اكبر من اتنين. النور بلتها قصة من اتنين من عشرة. خمسة من عشرة. او نجمع الليون على مدار اربعة وعشرين ساعة ونقول الارقام اللي احنا قلناها فوق. يبقى عايز يعرف البروتينيو يقولنا كوانتة وكوالتف. الكوالتف بالايه بالدبستك. اه كل رقم طبعا بيدل على على كم ميلي جرام. طيب. وارقام حافظ قلناها. الكوانتف قلنا نسبة البروتينيو لكرياتينيو كانت اكبر من اتنين نور من عشرة لخمسة من عشرة. ويأواجب مع اليورين على مداربع عشرين ساعة واشوف نسبة البروتين فيها كام? وعن حسب الارقام اللي حنا قلناها فوق. لو كانت اكبر من خمسين قلنا نيفروتك من اربعة لخمسين. تبقى ايه? نون نيفروتك. تمام. ايه اسباب البروتينيو قلنا ما احنا لسه قلين? مش كل مش كل بروتين في اليورين يبقى باصولجيكل. في اوقات يبقى يبقى ان في باصولجيكل ونون باصولجيكل. امتى يبقى لو كان في بعد السيفير اكسرصائد. اه لو كان في فبرال ايه او بوسترل برتنيوريا. يعني ايه? ان الشخص لما بيقف بيبدأ يزيد عنده ما اشعرف عملوها ازاي دي. بس ان الشخص لما بيقف بيبدأ يزيد عنده ببتين آآ قال لك انه هو لما يكون ان الشخص ده عنده اي اي كان. آآ داغط على البيضغط على فضاغط على علفت فعمل آآ فبدأ يوقع على ده كان تفسيرها يعني. آآ يبقى والناس وهي الفيبر والنس وهي البسرة وحنا لسه آآ شرحين. تمام. وقالك ده شخص ده ما فيش اي حاية مش محتاج تحاليل ولا محتاج اي حاجة اصلا وهي طيب ما عندي مشكلة او في او مشاكل تاني. طبعا في الفلترة. النفروتك والنفريتيك. النفروتك اللي عمت نحكي بيها والنفريتيك اللي سنقولها قدام يبقى لكم عندي مشكلة في في المصفة نفسها اللي بتصفي يبقى عندي النفروتك سندروم او اللي هي انها تبقى النيفريتيك. تمام. التيوب لرباق قالك فيه اوقات في شوية بروسين كده بيعطوا من المصفة هيزواغوا بيعطوا من المصفة يحصل لهم طب التيوب لبقى فيها اي مشكلة اي ديزيز من التمانية دول مش بيحسن مش عارفة يحصلها تاني فتبقى تنزيل في اليوم. ده ايه اسباب بقى المشاكل زي الفانكوني سندروم والغلابتوسيميا الويلسون سندروم سيستينوزيس فيتامين دي انتوكسكيشن بوريان سيبر اسيدوزيس وي انتراستيشيال ليفرايتيس. اه مش فاكرة نشفتهم فاسئلة خاروس. ممكن تحفظونهم شوية بس عشان اه لو جيرت انا حاجة ومش فاكرة نشفتهم برضو. يبقى الاسباب البرتونيوريا قلنا عندي وي باصولشكل. قلنا اه سيبير اكسرسايز وي بصر البرتونيوريا وديك ما بش محتاجة مش محتاجة اي حاجة. طيب المشكلة في او مشاكل تاني. طيب في اي ديزيز من التمانية دول. في والنفرتك والنفرتك طبعا. والمشاكل تاني زي اه لو كان او ادوية معانة او اه نقفل حد هنا. ان شاء الله ونعمل الانفرتك في فيديو تاني. بس نرجع سريعا على اللي احنا قلنا. ولا او لسه في سؤالين. في سؤالين. اول حاجة في اه ربيت انفكشن مايكروسكوبك هيماتوريا بايوريا كانت علشان كانت ميكروسكوبك هيماتوريا مش ميكروسكوبك. وركزوا في الحاجات ده عشان انتم عارفين طبعا اه الكتاب الاطفال يعني. اه مو معاشي او اجاوب التاني. اه اسباب اللي هايبر الميديميا في النفرتك صندرو. اه اكتيفيتي ولا اه اه انجريز السينسيسق في اللي بيتها غالب مورتينا طبعا هم عاليديني. اه فهنرجع سريعا بقى اللي احنا قلناه. كلمنا حاجة على النفرتك صندرو. قلنا ان اشهر اشهر حاجة في اه من ازباب النفرتك صندروم كانت اه طب اصلا النفرتك صندروم ده امتى اقول ان شخص ده النفرتك? ان كان عنده مسل في بروتونيوريا وانا عنده هايبر هايبو آآ بروتونيميا هايبر ليبيديميا وشارحنا بالتفصيل والاركام قلنا مهمة. طيب وانا دي كانت اشهر ازباب كانت اه كانت المستقبل بنسبة تسعين في المية. اه مشكلتها كان عندي الجانير بدت تعالى اللي انفقين صراحة ضماريت لي ايه? الجنوميرولاي بدتو اقع لبروتين في اليورن ووصفنا وشرحنا البسولجي بالتفصيل. اه قلنا باللايت ميكروسكوب انا مش هشوف حاجة بالالكتورو ميكروسكوب هلا عندي بودوسيست. في بس كده اللي بسيليال سيلس. طيب الكلينكا بيشار العين هاجب ايه? قلنا عين منفخ مش عارف ايه هود نفسه وما بيقولش كويس ويه بطنه كبيرة. وشرحنا كل حاجة بالتفصيل. قلنا هايبوفيليميا انفكشن سرومبوزز مان نتوشن. هايبوفيليميا ممكن هدخني في هايبوفيليميكشوك وتعمل لي الانفكشن قلنا ارمي اي انفكشن صح وانا ازبابها طبعا برمي عندي 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 ديمة باخد كورتيزون برمي اللوميوغلوبين عندي في بروتين فازباب كلها تتخني في انفكشن. استرومبوزز ارمي استرومبوزز في اي حتة وقللي هتعمل ايه? قلنا اسباب هايبوفيليميا وزاتة بليت الاجريجيش. وانا بفقد الانتي سرومبين تراتة في اليورين. تمام? والماليبتوشن طبعا طفل بكل ده اكيد مش هعرفين مقوائز. اه اساسي يورين وبلط بممكن نعمل حاجة تاني. طب اليورين هدور على بروتين في اليورين بلط تلاتة. تمام? ممكن نلاقي هيماتوريا اوه. القسط البي اه بلازمة بروتين والسي اللي كلستيرو الارقام برضو اه تتحفز. وبهدو بشوف اللي عشان اتطمن على الريتن فاكشن فبشوف ايه? اليوريا والكرياء. طيب. ويمكن ندور على الاسي تلاتة هلاقيه نورمل. ممكن هلاقي ايه? اه اه وهشوف الاسي بي سي هلاقيه هلاقيه زيادة في الهيمات وكريب. انت عمل رينا البوبيبوسي مهمة. لقيت الطفل جاي اللي بقلي من سانة اكبر من اتناشر سانة او اكبر من اتناشر فيه مكروسكوب كوماتوريا بطحة قوي. في عندي اه هي عالي ما بينزلش وما بيستجيبش اصلا للكورتيزون. وفي عندي اللي وكريات مش مزبوطين. والسي تلاتة قليل. العلاج ونورمل سبسيفك ونورمل سبسيفك. اه هقل الملح. هدي اه 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 اسمه ده اه اه زي اللازق سبا وكل اللي احنا قناه ده. العلاج اللي سبسيفك اساتي عندي البردينزلون كورتيزون. لمدة ست شهور. وبعدين ابدأ عمل تحليل بول اشوف البروتين قل ولا لأ? البروتين لسه عالي. يبقى كده انت هدخل ساعة تزوكسك دراك. وهتعمل لك رنالبيوكسي. طيب. العلاج اه جاب نتيجة والبروتين قل يبقى اه همش على مين تنسيربي لمدة ست شهور وابدأ اعمل ايه وزرور كده واحدة واحدة للدواء. طب بعد ست شهور التانيين دولك. خلاص دينا تمام ما فيش ريكورنس تاني بتاكد مش محتاجه لك. طب بدأ يحصل بقى آآ ريكورنس. بقى انفريقونت لقد انا هعيد السايكل من اول جديد ووديك اكينك فيرست قتال. طب فريقونت او آآ بقى عملي عياجة العرب بتيجي اكتر من اربع مرات في السنة. او موقفت الكورتيزون خلال اسبعين الاعراض ظهرت او اصلا هو مستقبش الكورتيزون من الاول يبقى ثلاثة دراك هاديهم ايه? سيتوتوكسك دراك. زي السايكلو فوسومايد او السايكلوزبرين. وكلمنا عن البيوتونيوريا. قلنا في آآ في القضاء اللي تمشي حماني في الاطفال. امتى اقول ان شخص ان الطفل ده عنده بروتونيوريا كانت بروتونيوريا عنده اكبر متة اربعة ملي جرام في في اليورين. طب امتى اقول هو اكتبر من خمسين ملي جرام. طب اه مش آآ يبقى اكبر من اربعة او اقل من خمسين. آآ قلنا اه بدور عليها آآ كوالتف وي كوالتف والارقام ده هاته مهمة. وي القوانتف طبعا ان طبعا اعلى من اتنين. وي اه جمع عن دارب عشرين ساعة ونفس الارقام اللي حتى قلناها فوق. طيب. آآ اسباب البيوتونيوريا وي مش مهمة مش مهمة آآ مش محتاج اعملها ولا محتاج اي حاجة. طب آآ اسبابها اساسي المشكلة في البولوميرلوي. النفورتك ونفورتك اللي حيساقينها مشكلة في رمية حاجة من الثمانية. اي مشاكل تانية حاجة ازرز زي زليتو اي او دراجز او اللاتيومارز وكده. وكده نكون خلاصة ان شاء الله لنيفورتك ونيفورتك ان شاء الله في فيديو اخر.